الخبر اولي عدنا الفضيحة اللي هزت السوشال ميديا عن غيث مروان و نارين بيوتي فغيث مروان يا حبايب من واضح ان نزع على حسابها بالإنستجرام استوري بالغلط فالما يعرف يا حبايب ان غيث نزع على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كانو يهي نارين بيوتي قاعد يدير تصولوه مع بعض مكان معين حفلة يمكن وبنفس الوقت يا حبايب نارين بيوتي نوعا ما كانت لابسة ملابس ومو كلش لائقة شوية طالع من جسمها اول نزع هذا الستوري يا حبايب حوالي عشر دقائق من سحب سرعة من حساب غيث مروان فاكتمنوا احبابه بالكومنتاج شون تقول انسب اللي خلاه ينزل هون نزل بالغلط او غيث نزل عمود يوضح انه بين نارين بيوتي وبينه اكو علاقة حب خاصة انه داما غيث مروان يوضح انه اكو علاقة حب ويصير يدافع عنها قدام ابو احمد ابو الرب وغيرها من الاشخاص واضح انه هو يحبها وحاني قاعد ينقصوني بعض فيمكن يكون مخطوبين او يحبون بعض ما ادري وبوصل يا حبايب هاي هو الخبر اللي يبتشر بسرعة حبيثي نزلكم يا وبنفس الوقت لا تنسون انه مبارح اليوم نزلت على القناتي باليوتيوب الثانية اللي هي مملكة المشاهير نزلت مخطأ ردة فعلي على اقوة دلة تثبت حب نورمار وقمرمار الكل يدخل يا حبايب يوصل القناة هذيج للمية وثلاثين الف مشترك الراوت بالوصف وبس وبوصلوا يا حبايب نوصلت المقطع طمقاتها يهم ما بقيت له الشيعة الخمسمائة الف فضيحة قوي السريعة اتمنى يا حبايب قدرون انه دا اتعبب بسرعة وياكم فأتمنى تحطون زر اللايك وتفجروا هذا المقطع بالاشتراكات ونوصل الخمسمائة الف بسرعة واخد وبس شناكوا في هذه المقطعات من اكتل القصاص مع السلامة